السلام عليكم استخدام أحباء وصلنا الآن إلى الدرس الواحد والثمانين كلمة مهمة جداً كلمة better سوف نكتشف أسرار هذه الكلمة في أمثلة ونتعلم استخدامها وأهم المرادفات فقط في دقيقتين استعد جيداً أضغط على أعجاب الآن واشترك في القناة وفعل زر اللرس حتى تصلك جميع الدروس هدفنا أن نحقق أكبر كمية من المعلومات ونحفظها لهذا السبب ركز معي جيداً الآن كلمة better تأتي ببعنى أفضل أو أحسن better 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 أو الشيء لا أفضل better better مثال أول I feel much better now I feel much better now I feel much better now أنا أشعر أفضل بكثير الآن أو أشعر بالتحسن الآن I feel much better now كر هذه العبارة خمس مرات حتى تتقنها باللوظة الصحيح بشكل جيد واكتبها أيضاً I feel much better now مثال ثاني I suppose no place is better than home on Christmas أفترض أو أتوقع أنه لا يوجد مكان أفضل من المنزل في عيد الميلاد I suppose no place is better than home on Christmas I suppose no place is better than home on Christmas كررها بصوت عالي خمس مرات حتى تعفظها أما المرادفات لكلمة better top top أفضل leading أساسي greater أعظم and higher higher أعلى better الآن حاول استخدام كلمة better في جملة حاول استخدام كلمة better في جملة ضعها في جملة واكتبها أسفل هذا التعليق حتى استفاد منها الآخر شكراً لك على المتابعة استمر بالمتابعة بتعلم اللغة الإنجليزية وانتظرنا في الدرس القادم الثاني والثمانين وهي كلمة between سوف نشرحها ونأخذ عليها أمثلة أيضاً شكراً لكم وإلى اللقاء